اخير فقرات حلقة اليوم مشاهدين الكرام مع مهارات القراءة الابداعية اصبحت القراءة ركيزة اساسية ودعامة جوهرية يقاس بها تطور الامم والشعوب ويعد ميدان تعليم القراءة ميدانا تربويا مهما لفت اليها انظار المختصين في الوقت الراهن ولان القراءة اقترنت بقدرات الطفل المتنوعة بما فيها قدرات الابداع ظهر ما يعرف بالقراءة الابداعية ما هي القراءة الابداعية وما هي مراحلها وكيف يمكن تنمية مهارات القراءة الابداعية لدى الطلبة معنا اليوم الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج اللي يحدثنا عن هذا الامر مساك الله بالخير دكتور وحياك الله معنا أهلا وسهلا وأسعد الله مساكا بك الخير الله يحفظك احنا في البداية نبارك لك في الحقيقة حصولك على شهادة الدكتوراه في القراءة الابداعية وفي هذا التخصص المهم وكذلك ربما جاء هذا الأمر تزامنا مع عام القراءة التي أطلقها سيدي صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد آل الهيان رئيس الدولة الله يحفظه ويرعاه ألف مبروك الله يبارك فيك سلمك حدثنا عن موضوع رسالتك وهي يمكن أول دراسة إماراتية أو أول رسالة إماراتية في مجال القراءة الإبداعية تحديدا طبعا في إطار التوجهات العالمية الحديثة في تطوير التعليم وتطوير اللغة العربية وفي تطوير القراءة بالأخص تأتي القراءة الإبداعية طبقا للتوجهات العالمية الحديثة وهي أعلى مستويات الفهم القراءة وهي آخر نوع من أنواع القراءة الحديثة القراءة الإبداعية ودراسة القراءة الإبداعية تم تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبدأت الدراسة في عام 2014 وانتهت وتم إنجازها في عام 2016 تناولت مهارة القراءة الإبداعية تنمية مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلبة الفائقين لغويا بدولة الإمارات الدراسة لها جانب نظري وجانب تطبيقي وفي الحقيقة كنت مهتم جدا في الجانب التطبيقي لأن التطبيق هو الذي يأتي بنتائج ذات جدوى في المستقبل ويستشرف بها في المستقبل وخاصة أن القراءة الإبداعية هي القراءة التي يستشرف بها في المستقبل وهي التي تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة لاستشرف المستقبل جميل جدا طيب خلنا نبسطها على السادة المشاهدين اليوم الكل يعلم ويعرف مفهوم القراءة التقليدي قراءة الكتاب قراءة المجلة قراءة أي صحيفة أو كتاب أو أي حاجة ربما يعني ممكن أن نطلق عليها قراءة لكن مفهوم القراءة في إطار التقليدي هو مفهوم عام ومعلوم لدى الجميع لكن القراءة الإبداعية ما هو هذا المفهوم كيف ممكن للشخص أن يمارس القراءة بمفهومها الإبداعي هذا القراءة الإبداعية هي مجموعة من المهارات المرتبطة بمهارات التفكير الإبداعي وهي الطلاقة والمرونة والأصالة ودقة التفاصيل قبل أن نتحدث عن مهارات القراءة الإبداعية يعني جدير أن نشير إلى مستويات الفهم القراءة وأنواع القراءة ومراحل تطورها بدأت القراءة في مطلع القرن الماضي بقراءة ما يسمى الفهم المباشر أو الفهم الحرفي هو أن يتقن الطالب فقط الحروف والكلمات والجمل إذن ينطق ويدرك ما يراه ثم تطورت بعد ذلك تطور مفهوم القراءة إلى نوع جديد من أنواع القراءة وهو القراءة الاستنتاجية وكان مطلوب من أن نتحدث عن المدرسة النظامية هذا التطور في المدرسة النظامية لمفهوم القراءة فكان هناك تقدم نصوص للطالب وتوضع أسئلة هذه الأسئلة الهدف منها أن يستنتج الطالب بعض الأمور المحددة في هذا النص حتى ننمي عنده مهارة الاستنتاج فإذن صارت القراءة ليس فقط توقف على معرفة الحروف والكلمات وإنما أيضا الاستنتاج ومعرفة معاني وما وراء هذه الحروف والكلمات والرموز ثم تطورت إلى مفهوم جديد وهو القراءة الناقدة في الحقيقة مفهوم القراءة الناقدة نشطت القراءة الناقدة في الوقت الذي بدأت تدخل هناك أفكار خارجية يعني تمس القيم الوطنية والقيم الدينية والقيم الاجتماعية للوطن ولذلك في تلك الفترة نشط ما يسمى بالقراءة الناقدة والهدف منها تنمية مهارات الطالب النقدية لكل ما يره وكل ما يسمعه حتى يكون على حصانة من كل ما يدخل من أفكار خارجية وهل تمارس بنفس طريقة القراءة الاستنتاجية من خلال الأسئلة تطرح؟ نعم من خلال الأسئلة لأن الأسئلة هي الأساس في تنمية وهي التي تقوم ومن خلالها وهي مؤشر لمدى أدراك الطالب ومدى تنمية الطالب مهارة القراءة الناقدة لدى الطالب أو الاستنتاجة ثم ظهر نوع جديد من أنواع القراءة وهو ما يسمى بالقراءة التحليلية القراءة التحليلية أيضا لها مهارات وقد نشطت أيضا هذه القراءة في الفترة التي بدأت تظهر هناك ظواهر اجتماعية واقتصادية ومشكلات اجتماعية واقتصادية وأخرى ولذلك في هذه الفترة نشطت نشطة ما يسمى بالقراءة التحليلية ووضعت لها مهارات ووظفت على صورة أسئلة من خلال النصوص ووضعت كنواتج للنصوص ووظفت في تعليم القراءة لدى الطلبة في نهاية المطاف وصلنا في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي إلى أعلى مستويات الفهم القراءة وآخر مستويات الفهم القراءة وهو النوع الجديد ما يسمى بالقراءة الإبداعية ما هي القراءة الإبداعية؟ هي مجموعة من المهارات الإبداعية التي ترتبط بمهارات التفكير العليا في الدماغ يتفاعل القارئ مع المقروء ويتم توظيف هذه المهارات من خلال الاستراتيجيات الحديثة في التعليم والمرتبطة بنظريات ما يسمى نظرية التعلم المستند إلى الدماغ لأن القراءة الإبداعية ترتبط بالإبداع والإبداع مع حله أعلى مستويات التفكير وأعلى مستويات التفكير وهو الإبداع هناك يحدث تفاعل في العمليات العقلية العلية لدى الطالب وبالتالي ينتقل الطالب من التفكير التقاربي إلى التفكير التباعدي والتفكير التباعدي هو ما يسمى بالإبداع هنا نحن نحتاج إلى استراتيجيات لكي نستخدمها وعلى ضوئها يتم صياغة مهارات القراءة الإبداعية على صورة أسئلة للنصوص ولذلك عندما يمارس الطالب وذلك أنا ركزت في الدراسة على الجانب التطبيقي لأن الدراسات النظرية دون التطبيق لا تحقق واقع ملموس ولا نستطيع أن نحقق من خلالها نواتج لدى الطلبة والدراسة مسؤولية والدراسة أمانة ولذلك لا بد أن نقدم أعلى وأفضل ما نستطيع جميل طيب دكتور ما هي أهمية وأهداف دراستك في هذا المجال في مجال القراءة الإبداعية تكمن أهمية الدراسة في أنا تحدث عن الدراسة وهي مهارات قراءة الإبداعية والقراءة الإبداعية تكمن أهميتها في جانبين في الدراسة الجانب النظري والجانب التطبيقي الجانب النظري في دراسة القراءة الإبداعية تضمنت ثلاثة محاور أساسية وفي الحقيقة الشاملة وتم رجوع إلى الدراسات السابقة والأخيرة في هذا المجال تضمن ثلاثة محاور أساسية لموضوع الدراسة وهو التفكير المتشاعب والاستراتيجيات التفوق اللغوي والقراءة الإبداعية ومهاراتها أما الجانب التطبيقي أيضا وهو المهم وهو النتائج التي توصلنا إليه في الدراسة وهي الجانب التطبيقي يمثلها كل من كتاب الطالب ودليل المعلم وهما المواد التعليمية التي تم استخدامها وتطبيقها لدى الطلبة وفي الحقيقة الجانب التطبيقي مفيد ومهم جدا وذاء أهمية لذوي الاختصاص في مجال تطوير تعليم اللغة العربية وخاصة في مجال تطوير تعليم القراءة أو تطوير سياسات التعليمية المرتبطة بالقراءة فهي ذات أهمية لذوي الاختصاص سواء من الموجهين أو المعلمين أو الطلبة أو الخبراء أو القائمين على تطوير القراءة والتعليم جميل جدا هل أثناء تحضيرك لرسالة الدكتورة أجريت دراسة مقارنة معيارية على سبيل المثال تطبيق على بعض الطلبة في بعض المدارس سواء كانت في دولة الإمارات أو خارج دولة الإمارات فيما يتعلق بمفهوم القراءة الإبداعية في الحقيقة الدراسة تم تطبيقها في دولة الإمارات لأن الدراسة لها حدود مكانية وحدود زمانية وحدود موضوعية أما الحدود الموضوعية فهي القراءة الإبداعية تبتدي من أي مرحلة دكتورة؟ طبعا العينة لكل دراسة عينة وكانت عينة هذه الدراسة طلبة الصف السابع الفائقين لغويا هذه هي عينة الدراسة ومجتمع الدراسة هو طلبة الصف السابع الفائقين لغويا في دولة الإمارات أما العينة فهي عينة طلبة الصف السابع الفائقين لغويا في مدرسة للذكور والإناث مثلت فئة الإناث مدرسة المجد النموذجية في الشارقة ومدرسة الأمس كيم في دبي مثلت عينة الإناث باستخدام المنهج شبه التجريبي ذو التصميم التجريبي من المجموعة الواحدة ألف والمجموعة باء في الحقيقة نتقدم بالشكر الجزيل للإدارات المدرستين على جهودهما وعلى تعاونهما مما كان له أثر في إنجاح هذه الدراسة تم تطبيق الدراسة من خلال المنهج وهو بالإمكان أن نشوفه كتاب الطالب هذا الكتاب تناول مهارات الكراء الإبداعية وتم توظيفه على هيئة أسئلة وعلى طوء إحدى الاستراتيجيات الحديثة في التعليم وهي استراتيجيات تفكير المتشعب وهي تصنف ضمن نظريات التعلم المستند إلى الدماغ طبعا هذا الكتاب تم تطبيقه على الطلبة وفيه نواتج في البداية كل درس له نواتج وفيه نص وأيضا فيه مجموعة من الأسئلة الأسئلة هي عبارة عن مهارات القراءة الإبداعية لأن هناك قائمة قمت بإعدادها في الدراسة وهي تحت اسم قائمة مهارات القراءة الإبداعية للمهارات الرئيسة الأربعة للإبداع وهي الطلاقة والمرونة والأصالة ودقة التفاصيل وأيضا هذه المهارات الرئيسة للقراءة الإبداعية لها مهارات فرعية والمهارات الفرعية الستة أيضا لها مجموعة من المهارات الإجرائية التي يمكن أن نسميها مؤشرات تدل على مدى تحقق هذه النواتج لدى الطلبة من خلال النصوص ومن خلال وضعها على صورة أسئلة وباستخدام أو علاطة استراتيجية حديثة كما ذكرنا وهي الاستراتيجات التفكير المتشعب جميل جدا يعني ذكرت لي دكتور عيسى بأنك عند إجراءك للدراسة تحديدا اخترت طلبة المرحلة السابعة أو الصف السابع بالتحديد يعني اختيارك لهذه الفئة بالتحديد فئة الصف السابع وهذه المرحلة الدراسية على ماذا استنت عليها ولماذا تحديدا هذه المرحلة طبعا نحن نتحدث عن الإبداع والإبداع يكون طبعا طبقا للدراسات والأبحاث الأدبية والتربوية فأن الإبداع يكون قوي في المراحل المبكرة لدى الطفل وكل ما يكبر ويتقدم به العمر يضعف لديه أنصر الإبداع هذه الدراسات أثبتت ذلك الدراسة التربوية ولذلك لأن كل ما يكبر في السن يدخل في مشتتات الحياة وفي هموم الحياة وفي أعبائها طيب دكتور يعني اسمح لي أقاطعك شوية يعني اليوم حتى نمي يعني مهارات القراءة الإبداعية للمتفوقين ما هو المطلوب من قبل القائمين على هذا الأمر لتنمية مهارات الطلبة في هذا المجال في مجال القراءة الإبداعية المطلوب من الجهات المعنية هل نحن بحاجة لطرق تدريس معينة هل نحن بحاجة إلى يعني اتباع أساليب معينة نعم أحسنت هذا سؤال مهم جدا دائما في التعليم لابد أن نستند إلى استراتيجيات تدريس والاستراتيجيات لابد أن تكون استراتيجيات حديثة في التدريس نظرا لكثرة المتغيرات الحياة والمتغيرات البيئية سواء كانت الخارجية أو الداخلية للمدرسة هذه المتغيرات تحتم أن نبحث عن استراتيجيات جديدة من أين نأتي بالاستراتيجيات الجديدة؟ من التوجهات العالمية الحديثة هناك جهات معنية بتطوير التعليم وتطوير اللغة كأم مثل الإطار الأوروبي المشترك وبعض المدارس الأمريكية معنية بإصدار معايير للتعليم ومعايير للقراءة ومعايير أيضا للغة وإذلك لابد أن نبحث عن استراتيجيات حديثة كمثال أنا استخدمت في هذه الدراسة كما ذكرت استراتيجيات التفكير المتشعب لماذا؟ لأن هذه الاستراتيجية جديدة وقام بنشرها كل من توماس وفيلد في عام 1997 في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي فهي جديدة والأمر الثاني أنها تتعلق بأنماط التفكير لدى الطلبة تفكير المتشعب كما نعلم أن الطلبة هناك ما يسمى بمصطلح السيطرة الدماغية السيطرة الدماغية هو أن يغطي على الطالب جزء من جزئية الدماغ أما الجزء الأيمن أو الجزء الأيسر وكل جزء من الجزئين له خصاص يعني كمثال الجزء الأيمن هو محل الإبداع والروحانيات والعواطف إلى آخره والجزء الأيسر هو الذي تكمن في خصاص التفكير المنطقي والعمليات التنظيمية الخطوة خطوة وأيضا الرياضيات وغيره فهذه السيطرة الدماغية أما أن يغطي عليها الجزء الأيمن أو الأيسر ما فائدة إذن كيف نحرك الجزئين بحيث يتم تلبية هذا الموقف الذي يسعف الطالب في التعليم باستخدام استراتيجيات حديثة استراتيجيات تفكير المتشعب دورها هذا تفعل الجزء الذي يتناسب مع الموقف التعليمي والمتطلب التعليمي من الطالب في الوقت المناسب جميل جدا فهي مجموعة من الاستراتيجيات استراتيجية تفكير المتشعب تنمي الوصلات العصبية وتنشط الوصلات العصبية وتفتح مسارات جديدة في التفكير وتفعل الجانب الذي يتناسب مع ذلك الموقف جميل جدا. نحن نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في هذه الرسالة وأن تؤتي هذه الرسالة وكلها وثمارها إن شاء الله بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة سواء وزار التربية والتعليم أو حتى مجالس التعليم في أنحاء إمارات الدولة المختلفة. كل الشكر والتقدير لك الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربية للغة العربية لدول الخليج. حدثنا عن رسالة الدكتوراه التي قدمها في مجال القراءة الإبداعية. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لكم. شكرا لبرنامج أماسي. الله يحافظك. يحافظ دكتور يام.